استجابة لاستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية الهادفة إلى الإسهام في الحفاظ على البيئة وتخفيف من التلوث تضافر شركات القطاع النفطي جهودها لتحقيق ذلك وبالتالي تحقيق الحياد الكربوني وتثجل هذه الجهود في العديد من الخطوات الجادة والسريعة التي تتزامن مع الجهود العالمية الرامية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية في التحول في الطاقة 2050 فإن العمل على تحقيق الحياد الكربوني والتوعية بأهمية التخفيف من الملوثات والإنبعاثات الكربونية أحد أهداف شركات القطاع النفطي نظمة دائرة الصحة والسلام والبيئة في شركة صناعة كيمويات البترولية أسبوع السلام الثاني تحت شعار معن نحو الحياد الكربوني وبالمشاركة مع العديد من الهيئات والمراكز البحثية العلمية في دورة الكويت والشركات النفطية الزميلة تم خلال أسبوع السلامة تنظيم العديد من المحاضرات وورش العمل لعرض إنجازات الجهات لمشارعها ومساهمتها في تحقيق أهداف الاستدامة والحد من انبعاث الغازات المضرة بالبيئة إنجازات عديدة حققتها شركات القطاع النفطي ولا تزال بهدف توفير وقود نظيف وصديق للبيئة يخفف من الانبعاثات السامة التي تلوث الجو تعتبر شركة الصناعات الكيموية البترولية من الشركات الصناعية الرائدة في مجال الصحة والسلامة والبيئة وتلتزم التزاما تاما بتطبيق أفضل ممارسات لتحقيق الاستدامة في عملياتها التشغيلية وتوفر بيئة عمل آمنة في جميع مرافقها وطبقت شركة الصناعات البترولية طبقت العديد من المشاريع الناجحة الهادفة للحد من انبعاثات وحماية البيئة والحفاظ على الصحة والسلامة والبيئة سلامة للآملين وتقليل الأثار البيئية لعملياتها أبرز الأعمال عندنا مينا عبدالله ومينا الأحمدي اللي هو مشروع الـ CFP مشروع الوقود البيئي منخفض الكبريت وبجانب العديد من الإسهامات اللي باشرت فيها شركة البترول الوطنية من ضمنها مشروع الـ FGRU اللي هو تقليل حرق الوقود للغلاف الخارجي حاليا الـ FGRU شغال مينا الأحمدي وفيه إسهام مباشرة لإنشاء وحدة مماثلة في مينا عبدالله مينا عبدالله حاليا للسعة المتفق عليها تعالج 10 مليون قدم مكعب في اليوم الواحد لتقليل الانبعاثات معا نحو الحياد الكربوني شعار يجمع شركة صناعة الكيمويات البترولية مع الشركات الزميلة بهدف مشاركة دول العالم في مواجهة ظاهرة التغير المناخي والحفاظ على البيئة جيان حبيب تلفزيون دولة الكويت